جيت لم ايديك يا رانيا المسقعة فاضيعة. رانيا خلاص? ما بقيتش تعرف تفرق بين اكل امك الطعم واكل امراتك المهبب. لا طبعا يا ماما قصلي تسلم ايديك يا ماما بس يا تلعت مني رانيا عشان ساعات بطلق بتعمل لها في النجلاء امار. عافل على نفسها ومش عادة تخرج من قضتها. انا كمان مش عايزة اكل ما ليش نفسها. بنتي حبسة نفسها في القضة واحنا مش عارفين ندخل لها. مش عارفين تدخلولها اخشم اخشها ان تكون بتمر بحالة نفسية حرجة. حالة نفسية بقى مارت ايه? اختك واكلة شربة نايمة شحنة موبايلها عندها دي اس ال وبتدفع اشتراك قد كده كل شهر. هو تمرضة وخلاص. الاحتياجات المادية مش هي كل رغبات الانسة. انسة تيه واحنا ما نعرفش انسة يعني. على رأيك احنا ما كناش بنات. انتو يا ماما الجيل الزهبي للنساء. اه ابوك ما خلليش حت الدهب واحدة. جري ايه يا ماما ده هم غوشتين بس يا ماما اللي انت مطلعها عيني عشانهم. كل ما تسمع كلمة الدهب تشبط على طول. اقولك الاهلي خد المادليات الدهب تقولي الغوشتين بتوعي. اقولك الفريق بتاع الياد ده خد البرونزيه دو خايبين. ليه ما خدوش الدهب? فين الغوشتين بتوعي? اقولك فيه فيلم اسمه زهب عمار ريح تقوليه زهب فين الغوشتين بتوعي. يا ماما خلاص مش عايزة منك حاجة. وعلى العموم ما فيش حاجة باقي. اه. ايوه. ازايا. اهلا ازايا. هاي عليكم يا جماعة. وعليكم الهاي ورحمة الله وبركاته. اتفضلت. زي يا مين عاملة ايه حبابتي? اخبار طنت ايه قوليلي. اخبار عمليات التجميئي والشعر لسه بيقشر. لا هي تمام بس بعد الشد كده حصلها صايد افاك. صايد افاكتي ياه. الف سلام عليها. مرسي قوي. وقبل ما تزرع شعري زي كده ما شاء الله حلوة القصة دي عند انوح اللاق. مرسي. بس هي قبل ما تزرع شعري يعني يفضلها تقريبا متع عشر سنين ولا حاجة. اصي انت مش فاهم يا عادل طنت مروى عندها خطة دائمة يعني. اه هي كل سنة سلاتين كده بتعمل حاجة. طبعا كل سنة سلاتين مش معقولة تعمل كل حاجة مرة واحدة. يعني النيولوك ده لو عملته مرة واحدة. فتحتوا عليها باب القوضة كده ممكن تتخضوا انتوا مسلا يعني. فعلا. هي نجلاء عاملة ايه? حالتها بتزداد سوق وشراسة يوم بعد يوم والحمد لله. بقولي كمان ايه يعني هي لو نجلاء مسلا سقتت او جابت ملحق ولا حاجة يا ريت تقول لنا عشان احنا لنلحقها يعني. لا طبعا يا ريتها جات عالمذاكرة نجلاء شطرة جدا. الله قلقتينة في ايه يعني مسلا في الكام ولا ايه? لا كل حاجة ليه حل ان شاء الله. طب اتخيلها انت يا حبيبتي يمكن يمكن تفتح لك الباب دي. طب عشان خاطري بقى. خدي بقى الاكل ده ودخليها لها عشان هي جعنانانة وخلص ومش عايز تاكل من ايد حد. اهو دلعك وده هو اللي حيمرعها ويمرعها ويمرعها علينا. اه اكسر للبت ضلعي يطلع لها اتنين. اه. صح يا ماما اكسر للبت ضلعي انا اكسر لها ضل. بس برضو ما انا هحتاج انا الله صلح الضلع ده وادفع مصاريف كتير لا. بصي منا خشي لها انت ارخص. اوكي. 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 ها يا نجلة. مالك يا نجلة فيك ايه? انتي تغيرت خلص ما بقتيش نجلة بتاعت زمان. راحت فين روحك? فين الجو كل اللي كنت بتعمليه في قعداتك? راحت فين روشنتك يا بنتي? انا فرهدت خلاص يا منا. امتهى زمان الروشانة بقى. يا منا انا حاسة ان انا مشانة. يا شيخ اقومي بقى ما تقفوريش. دي خطوبة راشا الخميس الجاية. مين هيرقص لها غيرك يا نوجة? خطوبة راشا? هي اتخضبت لمين? لمعتزة طبعا ما كلنا عارفين ان هو معجب بيها مترم اللي فات. امان هو شال مادتين لي. عشان كان بيزق جنبها في السكشن وما كانش بيحضر محاضراته. طب قوليلي. هو بوب لسه مقانتم معنيفه? لا بوب خلاص حلق لها من زمان. من ساعة ما عارف علقتها بتامر. راح عمل ايه بقى صاحب ميسة اخت تامر وبدرب الموزتين بحجر واحد. حرم عليكي بقى. هو انا فين من ده كله? يا منتي ما انا بقولك هو عشان تيجي بقى معنا وبعزمك. طب انتي هتروحي لوحدك? لا طبعا هروح مع ميزو. انتي سيبتي زيزو? زيزو خلاص يا منتي ما بقاش زيزو بتاع زمان. ده انا اخر ماتشا سكواش حضرته له عمل سكور زبالة. واتغلب من ميزو اللي كان معجبية. فاكريه? اللي كان بيلعب بينجي يا بنتي. ده اساسا لاحب سكواش عشان خاطري انا. يا با حرام عليكي. امسي ايه? جاي عشان تحراقي دمي. جاي عمالة تقولي لي مين صاحب مين ومين ماشي مع مين ومين عمال بيعاكس مين? بقولك يا بتانشتايبر. امسي. برضو برضو عمل نفس الحركة دي. الدبدوب ده عندنا من فترة بس شاقي جدا كل ما بيلاقي عندنا ضيوف يوعز يستاهبل كده وبعدين يا لكس. عب كده. مين طمينين يا حبيبتي طمينتي عليها? لا 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 دي بجد بجد بقت اوفر جدا. اكتر من اوفر كمان. دي نفسنت على نيفو وشيلة من راشا. ايه ده معقولة? هو نيفو وراشا دول جابوا مجموع اكتر منها مسلا? لا طبعا احنا مش بنتنافس في الحاجات التفهد دي. طب قوليلي قرجوتي بليز بليز مينة قوليلي انا قلقانانة جدا هلبنة وتبتعت في ايه? لا طبعا دي اسرار بنات وانا مش هقدر احكيها طبعا يعني. يعني ايه اسرار بنات? لا معلاش? البيت ده ما فيهوش اي اسرار لا احنا احنا مفتوحين على بعض يا ماما. لا برضو مش هقدر احكي اي حاجة. طب بص يا مينة ومي معايا تعالي معايا جوا احنا بنات زي بعض انا عارف انك انتي هتقوليه. خدوني معاكم خدوني معاكم. ايه ده ايه ده ايه ده بنات زي بعض ايه? انتو ستات يا ماما. وبعدين رجلي على رجلكم. ما فيش اي اسرار في بيت ده انا مش هقعد هنا ترطور. لا بس انا مش هقدر يعني افتن على صحابي واقول اي سر من اسرار الشلة بتاعتنا بصراحة. يا ستي اعتبريني واحد مش ايه الشلة يعني? ايه بسهولة دي ان انت تنضم للشلة بتاعتنا. ايه 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 الشلة دي يعني مثلا فيه كارناهات معينة بتعمله انترفيو قصة شعر معينة لبس معينة ايه اعمل ايه يعني? اه بص يا منا. اه الاخ عادل هو الاخ الاجبر لنا في البيت هنا. وهو بمثابة عصر السلطة والسعطرة. فلازم يبقى على دراية ووعي بكل شيء بيحصل. بس هو ستايله قديم شوية. ده ستايل قديم? امان لو لابس لكم بانطلون قماش ولا لابس. يا ماما لعلمك بقى انا عندي موبايل بكاميرا بس هو بيشحن جوه. اتحدى لو حد منشلكوا معاه زيه. ومنزل رنات عمري دياب وتامر حسني وحمائي ولقاي وكله. اوكي. كده هتفهم. اوكي. يلا بينا. مخبيش عليكم. الوضع بيتدهور يوم بعد يوم. ما تتكلمي على طول انت كل شوية كده وبتقليقينها اكتر يعني بتخلي دماغنا هتروح في حتة عجيبة. نجلق عندها اكتئاب. يو يو شاقول احنا عارفين ان النجلة عندها اكتباقات. من فضلك قولنا ايه سبباته? نجلق مش مرغوب فيها. اي 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 ازاي يعني مش مرغوب فيها بالعكس عندها اوضة خمسة في سبعة متر معمولة ورق حاقت ومدهونة بلاستيك وعيش فيها هي امامتها بس يعني. انا بتكلم على نجلق وسط جيلها وسط الشلة بتاعتنا. ليه? 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 في حد من الولاد بيديها او بيعكسها? ما هي دي المشكلة? احنا كبنات بنحس ان احنا بنات لما نلاقي الولاد كده حوالينا بيروشوا واحنا بقى نقفش ونلوش فيهم كلهم. ايوا بس يعني على فكرة انتو الظلمين الشباب. يعني انا ايام الجامعة كان اي زميلة مسلا معايا بقعد اتكلم معايا عادي جدا هي بتتكلم معايا عادي من غير حساسية يعني كان تبقى جوي لطيف يا. هاد الهاد الكليس خلينا في المشكلاتوس بتاعت نجلق وبناش بقى حب الزات بتاعك ده. حب الزات؟ نجلق زيها زي اي بنت نفسها تحب وتتحب. نفسها تتحكس كده وتشتم. حد يعجب بيها فتكرفه. حد يديف ايمانها فتدلته. او حد تعمل له بلوك. حد يديها يميس تكول كده فتكنسله. او دم بجد. او دم بجد.